السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بيكم معكم مسحب يا رجب. نارضنا الشرق سنة ربعة. هنكمل مع بعض يا ولاد مراجعات لية الامتحان على مقرارات شهر مالس التين متاني عشرين اربعة وعشرين. نهاردة ان شاء الله يا ولاد معانا امتحات متوقعة ماذا التكنولوجيا المعلومات. ماذا اذكركم النازل مراجعات لجميع المواد مش بس الانجلش. مراجعات لية الامتحان وكمان امتحات متوقعة. يلا بينا نشوف الامتحات المعانا النهاردة. يجب ان تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة. متابعة لصبحت الفيسبوك مسحب يا رجب. عشتصلكم ان شاء الله كل جديد. اول سؤال معنا في الخطوات الاول بيقول لي ايه? ضع علامة صحة من العبر الصحيحة وعلامة خطأ من العبر الاي ولاد رغير صحيحة. يوجد على مواقع التواصل الاجتماع معلومات ملايب الاخطاء. طبعا ده صح جدا. يجب التوقف عن حل المشكلة عند فشل الفردية الاولى. لا طبعا السمر. ان الافضل استخدام صور منخفضة الجودة. انت ترسمين لوحة اعلانية. لا غلط طبعا لازم تكون ايه عالية الجودة. يفضل انشاء مخطط خالي من الخاتمة او الافكار النهائية. طبعا برضو ده غلط. عند حل المشكلات الكبيرة لابد من تقسمها الاجزاء الصغيرة صح? لا تحتاج الى جهاز رقم من الوصولة الى برنامج مايكروسوفت. سلوها اندري سيكس طبعا غلط. يفضل كلابت التقرير على شكل ايه? شكل مدونة. غلط. السؤال يتقنى اختبال اجابة صحة ما بينكروساين. نجاحك في حل مشكلة. يعني انك نجحت فيه. اختر الفردية. هدم الفردية. تكسيم المشكلة ولا تجاب المشكلة. طبعا ايه? اختبار الفردية. مقدار المساحة بين اطراف الملسك ومحتواه يسمى. الهامش. الفاصل. السمة ولا التخطيط. ده اسمه ايه اولاد الهامش. الخطوة الاولى الاعداد بحث رقم هي. سياغة الخاتمة. انشاء عرض تقديمي. كتابة البحث. ولا تحديد موضوع البحث. طبعا ده ايه اولاد الجابة الصحية تحديد موضوع البحث. التخمين العلمي حول كيفية حدوث الاشياء. ده بنسميه ولا التخمين العلمي. بنسميه تحقق ولا اختبار ولا فردية ولا مشكلة. طبعا ده اسمه ايه الفردية. يفضل عدم استخدام اكثر من نوعات الوان عند رسمية ملسك او لوحة اعلانية. نستخدمش اكثر من كم لون. ستة ولا خمسة ولا تلاتة. طبعا اكثر من ثلاثة الوان. تكثر الاخطاء ان حوايا والاملايا في المصادر الرسمية الموسوكة ولا غير موسوكة العلمية. طبعا لازم تكون غير موسوكة لما فيها اخطاء. الخطوة الاولى من حل المشكلات هي بناء الفردية اختبار فردية. تحقق من نجاح الاختبار تدروفة الفردية. طبعا اول حاجة بناء الفردية. يفضل ان يكون الهامش في اللوحة الاعلانية يساوي. بثين سنتي خمسة وعشرين ملي متر ولا واحد كيلو متر ولا خمسة وعشرين متر. الهامش يكون كم يولاد خمسة وعشرين ملي. اختبار التاني. ضع علامة صح او العبارة الصحيحة. علامة خطأ او العبارة صحيحة. يجب عليك اثناء حل المشكلة اختبار فرديتك مهما كان مستوى الخطر. غلط. يفضل استخدام اكثر من سلسة الوان في التصميم. غلط. ما زيتش عن ثلاث الوان. يحق لك استخدام جميع المصادر على الانترنت. غلط. تتشبه طريقة حل المشكلات اليومية مع طريقة حل المشكلات التكنولوجية. صح. الخمسة يجب ترك مساحة فارغة بمقدرة تلاتين سنت من اطراف التنصيم والمحتوى. اللي خمسة وعشرين ملي. بقى دي غلط. اختيار انواع المصادر الالكترونية هي الخطوة الاولى عند اجراء بحس رقمي. اختيار الخطوة الاولى لحل المشكلات عدم استجابة لبرنامج الورد هي سؤال معلمك. يعني ايه? الخطوة الاولى لحل مشكلات عدم استجابة لبرنامج الورد راح اسأل المعلم. دي مورش علاقة اساسا. يبقى دي غلط. السؤال التناخت اللي جاب الصحة ما بين الاي الاخترات التالية. بعد برنامج نقط من برامج ميكروسوفت سري هوندرين سيكسي فايف. باور بوينت ولا بينت ولا وينتز ولا لينكس. طبعا ده ايه ولاية الباور بوينت. عند اعداد مخطط يجب قال لا يتضمن. فلما يتضمنش ايه? خاتمة. معلومات غير موثوقة. مقدمة. وهلفكرات تقدم معلومات. طبعا ايه معلومات غير موثوقة. لا تقدم او لا تقوم باي عمل قد يعرضك للخطر عند ايه? بناء الفردية. اختبار فردية تقسيم مشكلة على رز النتاج الفردية. طبعا عند ايه ولاية اختبار الفردية. يجد الناس صعوبة فيه كراءة المعلومات على الملسك الرقمي. ازا كان حجم الخط ايه ولا صغير ولا كبير ولا مناسب ولا سهل كراتون. طبعا لو الخط ايه صغير. تتضمن المصادر الموثوقة تخمينات متنوعة ولا اراء ولا احتمالات ولا معلومات صحيحة. تتضمن ايه ولاد معلومات صحيحة. عند فتحة تطبيق في هاتفك ووجدت انه لايه سجيب. فتحة تطبيق ما اشتغلش معي. فخمنت انه بحاجة لتحديث. يسمى هذا التخمين ايه? تواصل رقمي? مصمة رقمية ولا فردية ولا كرسنة? طبعا التخمين ده بنسميه ولاد فردية. يجب التأكل من ان الجهاز القومي. للوصولة لبرنامك ايه مايكروسوفت سري هندر سيرتي فايف. جهاز رقمي كصغير ولا قديم ولا كبير ولا محدث. طبعا الجهاز رقمي محدث. المصادر الالكترونية. التي يمكن استخدامها في البحث الرقمي هي. كتب مطبوعة ولا مقاطع فيديو ولا لعب الالكترونية ولا موسيقى الالكترونية. انا بعمل بحث رقمي يا ولاد. لازم يكون في ايه? مقاطع فيديو. اختبار التالت. ده علامة صحة وعلامة خطأ. يفضل استخدام نفس اللون لغرفية اللوحة والنص المكتوب عليها نفس اللون. لا طبعا. هيزهر كيف النص اصلا. الخطوة الاولى عند اجراء بحث رقمي هي اختيار موضوع البحث. اكيد طبعا. هي عمل بحث لازم انا بعرف موضوع البحث ايه? جامع المشكلات في مشكلة وحيدة كبيرة. وسعيدنا على حلها بسهولة. تقسيم المشكلة اللي بسعيدنا على حلها. تضمع الحزمة برامج مختلفة لتقديم المعلومات بشكل ايه? جزاب. صح. المصادر الموصوكة هي معلومات كتبها خبراء وتأكد من صحتها. صح. تساعد استراتيجية المحاولة والخطأ على حل المشكلات صح. ايه دي باستخدام نوع خط لا يشتت الانتباه عند رسمية ملسك رقمي صح? السؤال التاني اختار اللي جاب الصحة من بين الاخترات التالية. عندك كتابة المخطط عن المعلومات. فانها يبدأ باي? مقدمة? فقرات? خاتمة? مصادر? المخطط يبدأ باي? ولاد بالمقدمة. اتنين يجب تقسيم المشكلات الكبيرة. الى اجزاء نوعات عند حلها اجزاء معقدة ولا عشوائية ولا صغيرة ولا مركبة? طبعا الى اجزاء ايه ولا صغيرة. يعد برنامج نوعات من برامج الاي سري هاندرد مايكروزوشت سري هاندرد سيكستي فايف. اندرويد ولا بنت ولا وورد ولا لينكس. طبعا برنامج الايه الورد. المعلومات على موقع ويكي تكون موثوقة ولا غير موثوقة ولا دقيقة ولا صحيحة? طبعا تكون ايه ولاد غير موثوقة. بحوالة الاجابة عن سؤالك بتفسير يمكن اختباره. يطلق عليه ايه نقطة الفردية? تقييم ولا تحديد ولا اختبار ولا بناء? الاسم ايه ولاد بناء الفردية. قد تضطر الاختصار المعلومات في الملسك الرقمي. اذا كان حجم الخط ايه? صغير ولا كبير ولا نسع بقرأة ولا مناسب. طبعا لو الخط كبير. اختصر. يجب ان يتضمن نوعات مقدمة وفقرات المعلومات وخاتمة. نقاش. حوار. تعليق مخطط. طبعا دي ولاد المخطط. اذا طلب منك تنظيم مسابقة وقرار تتقسيم مهام ها. فان المهام الاخيرة هي ايه? بدء المسابقة. تحديد الجواز الفائز. تحديد عدد المشاركين. اعداد جداول الموعيد. طبعا يا ولاد بدء المسابقة. كده يا ولاد انتهينا من الحل ايه. تلات من حال متوقع مد التكنولوجيا المعلومات. لايه الصف الرابع. انت تزولي غير في متاعات متوقعتين ان شاء الله. بمراجعتين. امتحان وراجعت المتمائس او ما تنزل هنزلها لكم. تابعونا يا ولاد فترة جاية حاجات مهمة جدا هتنزل ان شاء الله تقفلوا معنا كل دي الامتحانات. دعمونا باللايك واشير الفيديو لا تشاركوا في القناة. وتابع على صفحة الاسبوك ومسابقة واشتراكم ان شاء الله كل جديد. بس نالكم النجاح يا حباب والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.